احكيها لك في دقيقة يعني بعد وقف اطلاق النار استمرت فاحد المهام بتاعتي كان بقى ان انا ايه من مكاني ده مش بس بلقي بالمكان ده لا بكلف بروح لمنطقة مثلا على مسافة خمسين كيلو استطلعها وارجع ونروح لمناطق تاني فجالي تكليف اروح لمنطقة اتحرك ليه على مسافة خمسين كيلو والمهم وصلت وخدت القرار المكان المنطقة اللي هستطلعها فيه جبل كده قدامها راكب المنطقة دي الجبل ده مستطيل تمام فقررت ان انا عشان ادخل استطلع احسن حاجة ايه هتحرك هوصل اول الجبل ده من ناحية دي والمنطقة دي تابة مستطيلة طولها 7 كيلو قلت هنزق هطلع بقى بالليل واتحرك طول الليل حيس قبل اول ضوء اكون على الحفة دي راكب المنطقة دي كلها والعدو ده طلعت حسبت المسافة قدي سبعة كيلو مش مش كيلة تخبر مني ساعتين بالكتير بس فوق الجبل ساعات الايه الوضع بيختلف فقعدت ماشي فوق الجبل اكتر انا ما ببصش في الساعة والضلام حالك من نسبة 100% يعني غير كل ليلة ماشي لحد ان النهار هيطلع اول لقى قلت خلاص يعني ايه حتى المفروض ان احنا بنمشي بنعد الخطوات عشان اعرف انا فين فما عدت الخطوات على اساس ان ايه ان في النهاية لازم اوصل لاخر الجبل حفة عشوها اعرفها من قرية الخريطة فهنا اول ما الجبل ينتهي يبقى خلاص انا وصل ففجأة وانا ماشي النهار مش راضي يطلع خالص وليلا ظلماء يعني ملهاش نهاية فجأة لقيت شوف لما النور ده مط في كده بالكامل وفجأة يروح النهار نور ده كله منور ده المنظر اللي حسر لقيت نفسي في نور 100% والشمس فوقية جات منين الشمس دي طبعا بتلفت حواليها لقيت ساريني انا ماشي بوسط سحابة داتنا جدا سحابت الى اه وماشي فيها كل المسافة دي والسحابة سبحان الله يعني كانت ممكن تنقشع وانا يعني بدري مثلا شوية وحتى نكشف انما ده بتنقشعي فين وانا بالملي هعط رجلي في اخر حتة في الجبل ده سبحان الله هو بجرف تحتي ودي العدو بالكامل قدامي والعسكر بتتحرك بقى ده كانت ساعة 8 الصفح وخبال حضرتك هم بيبصولي وانا بيبصولهم خلاص اسقط في يدي خلاص اكتافوه شافوني وخاصة ان اللسان ده داخل جوه الموقع 500 متر على القلب يعني مسألة وقت ويوصلولي يعني يمكن انا استدوني او على القال لا هيقسروا وانا بقى ملابسوا فرولي والجهاز اللاسلكي وبندقيت والنضارة عحطط على سدري باين ان انا فكان القرار ايه قلت حسبتها كده ان هيوصلولي مش قبل عشر خمس شهر دي عشر خمس شهر دي ايه اكون بناخت خلاص بقى على القال ايه اجيب 8 قبل ما اموت قبل ما استشهر لان الموضوع ان انا هتقسر ده ما كانش في حسبان ما هروح في ما هو شايف اني فروح تقعد نفس اللي هبتاعك حتت صخرة كده قدامي صخرة جرانيت املت قعد عليه كايني زي ما كفت وابتديت عد الدبابات اللي هو مدرع كامل زي الفل طلع الكاتب الاشارة وحفرت الجهاز لسلك جنبي كده وابتديت ايه؟ رغم هنا هبقى شوف بقى مؤجزة من ربنا سبحانه وتعالى ما عرفش هفرد الهواء العمودة الديبول زي ما حفرته ازاي اول مر لان انتجار في تحتية ما فيش فروح تمطلع الهواء العمودة معايا التاني الهواء العمودة ده بكل المقاييس ينجيبش اكتر من ستين كيلو تمام؟ روح تفرد الهواء العمودة برا لان انا بنا هنبقى بقى 300 متر 300 كيلو يا رب يا رب الاتصال خمسة على خمسة على طول تمت العملية تم استهدافهم؟ تم استهدافهم؟ لا ده كان وقف اطلاق النهار ده احنا كنا في يناير واخد بالا حضرتك البلاغ هنا ان انا على جبل عالي فالمنسوب ففعلا في ايه؟ مع القاهرة سبحان الله انما يعني بالحسابات ما يتمش لكن بارادة ربنا حصلت بعد ما بعدت الاشارة استنى ان حد يبص علي طب حد يجيلي اغشيناهم فهم لا يبصرون يعني انا بقولك في رؤية متبادلة وهم شايفيني وانا شايفهم وشايفهم كامل يعني مش بقيد ما سابقا لها تزيد عن مية متر ايه اتلا بمحاجة ورادة لما ايقانت ان لحد شك بقى ده موقف من المواقف خبره لازم ايه؟ كان لازم الحاجات تتسجل وتتكتب والله كان لازم برضه فاندم ان احنا نشير اليها برضه عشان نعرف الناس برضه بواحد من الاصرار اللي طبعا كانت مذكورة في الكتاب اللي اصدره سيادة اللي وقع عشان يوفق لهذه الرحلة او لهذه المرحلة موسيقى موسيقى